مطالب روسية مستعجلة وملحة لسكان خرسون للمهادرة فقد دعت الإدارة الإقليمية الموالية لموسكو المدنيين إلى العبور على متن قوارب في نهر دنيبرو للانتقال إلى عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا دعوات جاءت في الوقت الذي يتعرض فيه هذا الإقليم إلى ضغط عسكري أوكراني كبير وسط معارك محتدمة على أكثر من محور في خرسون مع القوات الروسية وتعتبر خرسون هدفاً أساسياً في حسابات الهجمات الأوكرانية المضادة فهي تقع جنوب أوكرانيا عند الضفة الغربية لنهر دنيبرو وتمتد على مساحة تبلغ 28 ألف كيلومتر مربع فيما يبلغ تعداد سكان المنطقة زهاء مليون نسمة تطل خرسون بمسافة تمتد مئات الكيلومترات على بحر أزوف من الجنوب الشرقي كما تطل على البحر الأسود من الجنوب الغربي خرسون مهمة جداً عند روسيا كونها متاخمة لشبه جزيرة القرم وتوفر لها جسراً برياً كما تتحكم المقاطعة في مصادر مياه الشرب والزراعة لشبه جزيرة القرم تمتلك خرسون أيضاً أكبر ميناء في أوكرانيا لبناء السفن في بحر أزوف وهي تعد مركزاً رئيسياً للشحن كما تعد مركزاً اقتصادياً كبيراً للصناعات النفطية والنسيج وهي أول مقاطعة تسقط بكامل أراضيها في يد القوات الروسية خلال المعركة وأفادت موسكو بأن قواتها أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق خطوط دفاعها في منطقة خرسون بدوره أشهد رئيس الأوكراني بنتائج حققها جيش بلاده في مواجهة القوات الروسية في هذه الجبهة حيث أعلنت كييف أنها استعادت السيطرة على عشرات البلدات والقرى هناك